بسم الله الرحمن الرحيم التور عنده حالة رومانسية او لا بلاش نقول ان هي رومانسية عنده حالة عطاء حبيب يدي حبيب يهتم و رايح نحو حاجة ببطء شوية بخطوات متزنة فيها اتزان وفيها كده ايه عقل بالصراحة ومنطقة نفسه في ايه مش سوية تعافة الشمس دي تعافي وصحة يمكن تكون صحة العلاقة مش كويسة العلاقة مش في حالة صحية كويسة الحلاقة مش واضحة الشمس كمان ترمز للوضوح في حالات كتير قوي مش باينة بالنسبالك مش واضحة فيها ومود ايضان طيب ايه طور في هنا في مشاعر بتحركه مشاعر مش عقل خالص مش عقلك اللي بيحركك يا طور خالص الفترة دي اللي بيحركك مشاعرك وبتحركك يعني خطوات بطيئة ومتزمة شوية نفسك في ايه نفسك في الشمس هي الوضوح نفسك حاجات كتير قوي تتضح زي ما انا شايفت الطاقة فيها اسرار كتير جدا جدا انت فعلا نفسك تكشف في الاسرار دي وتعرف الحقيقة ايه انت فيه حاجات كتير مستخبية عنك او حاسس ان هي مش واضحة بالنسبالك وممكن تجميل نفسك العلاقة صح حاسس ان العلاقة مبقيتش علاقة صحية بقى فيها توطر بقى فيها دخلتها طاقة سلبية كتير قوي شايف شريكك ازاي شايفوا شايفوا مشاعر بريئة جدا مشاعرك تنحو شريكك مشاعر حلوة جدا كلها براءة وحب قوي جدا وحب خالص فعلا بحب شريكك جدا ناتور الشريك الناحية التانية بقى فيه حالة فرص كتيرة وهو بيحاول ينتهزها ويعني يستغلها كلها لصالحه فيه عنده كمان حالة عناد وحالة ثبات انا عندي طموح ولازم اوصله هو امركز بحتة فيها طموح شديد عنده طموح جانا فيه عايز ايه هو عايز يصلح العلاقة على فكرة نفسه يصلح هو نفسه يصلح شايفك ازاي شايفك الامام هو ده حالة مادية كويسة ومريحة فبديه احساس بالامام فبما ان هي علاقة عاطفية فدي الاحساس بالامام يعني هو بيحس معيك بالامام وان هو في البيت في بيته الطاقة دعنا بينكم الطاقة فيها اسرار يا طور فيه اسرار فعلا انت احساسك صحيح لو انت فعلا نفسك حاجات تتكشف بالنسبالك والبان فهو فعلا فيه اسرار مستخبية عنه بس مش رات ان الاسرار دي تكون اسرار وحشة ممكن يكون الشريك مش عايز يقولها لك عشان انت متزعلش ومتتجرحش لان هو عايز يصلح دلوقتي هو مش عايز يزعلك فبالتالي مضطر ان هو يخبي عليك شوية حاجات بحس ان الدنيا متضطش اكتر ما هي بايزة فيه هنا حالة حصرة انت اشتغلت كتير يا طور وديت وعملت حالات كتير قوي شريكك وفي الاخر النتيجة اللي وصلت لها بص بصصلاها ازاي بس كده هو ده اللي انا اخدته في الاخر حالة من يعني مش عايز اقول الصدمة بس هي حالة على اقل متحصر يعني لأ انا عايز اكتر من ده لكن الكرت ده بيقولك على فكرة اللي انت شايفوا قليل ده هو كويس هو مش وحش خالص دي نتيجة مش وحش خالص هتتحسن ممكن تتحسن بعدين انا هقولكو الحقيقة وان شاء الله ربنا ربنا اللي بخير اه انا شايفة ان المرحلة اللي جاية هيبتدي كل واحد فيكو يبين انه مش يبين هيبتدي خوش في مغامرة مختلفة يعني كل واحد فيكو هيبتدي يبين ان هو انا تمام والدنيا تمام وعلى اتم استعداد ان انا امشي يعني فيه بص ده برضو ده سفر يدل على السفر ده واحد شاهل شنطة وميشي فحايزين تبين انه انتو جاهزين للمغامرة دي واضح ان هيفصل فراء فعلا يا تور بس الفراء ده بزعل شديد يعني انتو هتمشوا وانتو زعلانين وكلكو حسرة وكلكو ألم ده الكلام ده طبعا ما بينطبطش على كل الناس مش كل الناس طبعا هيتطبق عليهم القراءة دي بس اللي انا عايز اقولكو ان الفراء ده مش هيريحكم يا تور الفراء ده هيتعبكو جدا انو هيخلي حياتكو صعبة صعبة ومخيفة ومش هبطروا تفكير هتبقى مسائل اسوأ فيريد ترجعوا نفسكو في القرار ده يريد ترجعوا نفسكو فيه يعني يريد لو تبعدوا عن الكارت ده هلخص القراءة بسرعة التور في حالة عطاء واللي بتحركه مشاعره مقابله بناحية ثانية الشريك عنده فرص بيحاول يستغلها اللي صالحه التور عايز وضوح في العلاقة وعلاقة أكتر صحة وأكتر سعادة الشريك بالمقابل عايز يصلح العلاقة ويشوف ايه اللي مكسر فيها ويصلحه انت شايف شريكك حب نقي جدا وحب يعني حب عزيز اوي اوي شريكك شايفك انت الامام التقمة لانكم زي ما قلنا فيها اسرار في حصر على نتائج انتو بتتمستنين اكتر منها بس النتيجة ما كانتش مربية بالنسبة لكم وبالتالي تدو اشارات ان انتو على استعداد للرحيل وجايز يحصل رحيل فعلا I'm recording امام فزي ما قلتلكم القرار ده يا تور مش هيكون قرار كويس مش هيعود على اي حد بالنفع فارجوك يعني لو تقدر تتفادى هذا القرار وتاخد وقت اكتر يعني تعالوا اكتروا ده تعالوا بقى نشوف جروط الحكمة هنرجع تانى هنرجع تانى جروط التارو عشان تقلنا اذا كان فيه وجوع للناس اللي اصابوا بعض والاسئلة دي احنا ربع لها حالا بس خلينا اسحب كرت كده كروط الحكمة نشوف هتقولنا ايه الشهر ده اللي بيورج التور باذن الله خير بسم الله الرحمن الرحيم ايه مع جانب اطلق خيالك يا تور اطلق خيالك بالمعنى لو انت بتاخد على وشك اتخاذ قرار انك تبعد حاول تتخيل حياتك بعد شركك ان هو مش موجود فيها هتكون عاملة صحيح تخيلها فعلا تحاول تدخل نفسك في الحالة تي هتبع عاملة ازاي ولو لقيت ان هي هتكون احسن يعني مش بس تحاول تخيلها بدد بموضوعية يعني ايه مجمو تخيل تعالوا نشوف كروط الامر ايه مجمو هتقول لنا الشهر ده انا قود مرة استعمل الفروط دي وكتشك بصراحة ان هي فروطينيلة جدا مرسي يا هانيه واضح ان كل الفروط بتقولك قرار انسحابك او انتصالك مش صح يا تور بص ع الصوره الاكبر ان الشريكة بيحبك فعلا لو صدر منه خطأ او ضيئك او زعالك او خانك حتى الصوره الاكبر انه هو عايز يصبح لا تقدر تطوي الصفحه ياريت ياريت دي الصوره الاكبر لا تبصش تحت رجلك دلوقتي عن نسبة المعلاقة فهنا نشوف الاسئلة اللي هي الاساسية عندنا بالنسبة الابراب الناس اللي متوقع يعني اللي مستنين مولود ان شاء الله في المعقول ودلأ بسم الله الرحمن الرحيم اللي مستنين مولود مش الشهر ده حبادي ان شاء الله قريب بس يعني مش الشهر ده تعالوا نشوف اللي سابق بعض فيه رجوع ودلأ بسم الله الرحمن الرحيم بإذن الله فيه رجوع جميل 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 بإذن اللي تفرحوا وحتتلموا تاني عيلة واحدة او لو كنتوا لسه ما تجوزتوش فهتعملوا عيلة جديدة وحاجة ما شاء الله جليل جدا تعالوا نشوف الحالة المادية عند الطور مع ان هي كانت واضحة بالنسبة للقراءة العامة هي يعني متغيرة او اللي جاي على قد لرايح بس خليني نشوف برضو يمكن نشوف حاجة مختلفة مش واضح برضو ان في تطور مادي في حالة الحالة المادية لسه زي ما هي يا طول بس هي مش سيئة يعني او هي زي ما تقولوا بداية كويسة او مقدمة ان شاء الله تكون كويسة تعالوا نشوف بالنسبة للنجاح دراسيا بسم الله الرحمن الرحيم باذن الله في نجاح وفي فرحة كبيرة جدا واحدة ثلاث احد ثلاث ماشاء الله تعالوا نشوف السفر يعني برضو ده ظهر والناس اللي عندها سفر بإذن الله حيبين وردنا يوفقكم جميعا ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الناس اللي عندوهم سفر اه بإذن الله سفر فيديو الحمدلله كذا اصمت خلصوا بفرعة ونشوفكم ان شاء الله بكرة او بعد وبإذن الله ان شاء الله بكرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة